هناك نوع آخر من أنواع الاضطهاد وأنواع القمع وعملية الإبادة الجماعية بمفهومها الكبير الإبادة الجماعية ليست فقط في القتل وإنما أيضا في محو الثقافة والهوية الإسلامية للتركستانيين وتقليل أعداد النسل أيضا دكتور عبد الوارث وهنا الحقيقة ما هي آخر الإحصاءات فيما تعلق بعمليات التعقيم القسري لمسلمات الأيغور؟ نعم حقيقة موضوع التحديد النسل في الصين بدأت في عام 1980 في داخل تركستان الشرقية بدأت كقانون رسمي 1989 ومن ثم عام 2000 بدأت رسميا في المجتمع أن بنسبة للصينيين ولد واحد وبنسبة تركستانيين ولدين أو ثلاث كان محدد بهذا الشكل ولكن في الأواني الأخيرة نزل إلى واحد أولاد فقط هذا كان قانونا كتحديد النسل حتى يقل عدد السكان الصين بشكل عام رغم هذا أن التركستانيين بشكل من الأشكال إما حينما زوجته تكون حامل يسافر إلى بلد آخر مدينة أخرى أو مدينة أورمجي أو إلى داخل الصين كانت تلد هناك غير مسجل أبناؤهم في المدينة كانوا يليدون بهذا الشكل إثنين ثلاثة أو أربعة حتى وبعضهم كانوا يدفعون غرامة كبيرة جدا ولكن بعد 2013 أخي حقيقة موضوع التعقيم القصري بدأت بشكل رهيب جدا خاصة بعد 2015 حينما أنشأت الصين المعسكرات النازية حينما اعتقلوا النساء تقريبا 80% من النسوان التي يعتقلنا إلى داخل السجون هن من لديهن أكثر من ثلاثة أولاد أو ثلاثة أولاد يعني هذه التهمة التي يعتقلت من أجله 80% أخذوهم إلى داخل الحبس يعني أقموهم إجبارا خاصة اللواتي في سن الحمل حقن يعني بطريقة الحقن طبعا حقن إما حقنها إما أملوا عملية نزع الرحم نزع الرحم حتى ما تحمل مرة أخرى هناك أخي الباحث ألماني أدريان هناك طلع التقرير يقول في تقريره أنه في تركستان الشرقية أن النمو أصبح بطيء جدا في داخل التركستان الشرقية من عام 2015 إلى 2018 النمو يقصد النمو السكاني نمو السكاني نقص نقص كبير جدا من 2015 إلى 2018 يقول هناك 84% انخفضت شوف نمو السكاني انخفضت إلى 84% عن عام كم؟ من عام 2015 إلى 2019 يعني مقابل يعني مقابل انخفضت من السكاني 84% نعم هناك بعض المدن مثل ختان وكاشغر يعني من المدن التي يلتزم فيها الإسلام هناك الولادة انخفضت إلى 65% 65% هناك أخبار من بنات من 14 عام إلى 40 سنة هناك تعقيم إجباري حتى من هم في خارج المعتقلات نعم في سن الزواج أو في الزواج إما بالإبر إما عمليات قصريا في المستشفيات هذه التقرير أخي ختير جدا يقول أنه وبنسبة لـ 2019 يكون أكبر نسبة كبيرة جدا يقول نعم وكذلك يقول أن الوثاقة تأعود لعام 2019 كشفت عن خطة لحملة تعقيم جماعي لإناثة تستهدف إلى 34% من جميع النساء المتدوجات في سن الزواج ترجمة نانسي قنقر